اشتركوا في القناة اربعة القمر ما زال موجود في الاسد في منزلة الصرفة وهي حكينا هي زاوية يعني منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح خصوصا بين الشركاء وثبات الموظفين وهي رح تستمر حتى ساعة الصباح اما بالنسبة للزوايا فاحنا في زاوية خلوه مسار مستمرة من يوم امس من الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء ورح تستمر لغاية ما بعد الحلقة يعني اكثر من اربعة وشرين استمرارها كان يعني من يوم امس الساعة سبعة ونص تقريبا لغاية اليوم الساعة تسعة وثمنتاشر دقيقة مساء بعد الحلقة بتوقيت جرينج وهذا يعني ان الفترة اللي مذكورة كلها هاي اللي فيها خلوه مسار فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار في زاوية رح تصير في فترة خلوه المسار اه هي زاوية طبعا رح تكون بعد الحلقة اه زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين الزهرة وزحل وهاي من الزوايا البطيئة اللي بتستمر تقريبا بحدود يعني فيه تقريبا تسعة ايام او عشر ايام اه هاي الزاوية زاوية تثليث اه ايجابية بين الزهرة وزحل رح تكون في تمام الساعة خمسة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج اه مناسبة لاستقرار الاستقرار العلاقات العاطفية وبضمن لك اخلاص المحبوب طبعا اه لما بيستقر القمر في منزلة العواء اللي هي منزلة للربح والحرية والزواج اللي هي في برج العدراء تقريبا الساعة تسعة وثمنتعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيكون خلاص انتهى خلوه المسار واستقر القمر صار في نفس المنزلة هاي وبصير فيه تأثيرات كاملة على جميع الابراج لما بيكون القمر موجود في العدراء منعود الى طبيعتنا للجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمرير الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي ولا شاردي دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطاهم المادي والعاطفي ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عداد سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اريف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 11 و7 دقائق مساء اكثر المتضررين من اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية بروح الواحد فيهم او بتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب اما بالنسبة للزاوية الاخطر اللي هي تقريبا هاي الزاوية اللي احنا ذكرناها في بداية توقعات السنة هي زاوية من اللي بتأثر اثار سلبية واللي استدلينا على الظروف الصعبة الاقتصادية اللي رح تطال بعض الدول هي زاوية اقتران سلبية بين المشتري وبلوتو رح تكون هاي بذروتها في تمام ساعة 42 و42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبتدل هاي على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المالي او الاجتماعي طبعا هذا الاشي اللي الجميع حاسس فيه من بداية السنة الضغط اللي باتجاه المال تقريبا الكل حاس فيه من تقريبا نهاية شهر اثنين ظهرت الامور هاي بشكل واضح تماما على الكل اللي هي الخسارات المالية وعقبات مالية غير متوقعة وضغوطات مالية واجتماعية بالفترة هاي من ولكو عليكم مراقبة تصرفاتكم ونفقاتكم الوضع يعني ممكن يتضرر بشكل خطير ماليا بسبب اي ضغط ممكن اما بالنسبة الى دوليا احنا حكينا في بداية السنة انه بتدل هاي على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن يتضرر بخزينة البلد او الدول بصير فيه نوع من انواع الاضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي وبالخصوص تتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه ولابد من وقوع ازمة على المستوى الاقتصادي العالي جدا وفيه برضو نوع من انواع الضغط اللي له علاقة بالعقائدية يعني فيه ضغط عقائدية بيصير ضد جماعة دينية او ظهور مجموعات بتحكي فيه فكرة جديدة دينية او شغلات من هذا النوع وممكن انه هاد يتسبب عمليات اغتيالات او تفجيرات لشخصيات مهمة برضو الها علاقة بامور الدين وزي ما شفنا بالفترة الماضية يعني الاغتيالات اللي صارت بالفترة الماضية وبرضو هاي رح تكون مستمرة وهاي برضو بتأثر على امور الها علاقة بالتفجيرات او الحرائق اه على ايدي خفية بهدف لزعزعة استقرار البلد او بيتم اغتيال شخصية هامة او احد رجال الدين في ظروف غامضة اه هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات والزلازل وخصوصا في الدول اللي بتقع على خط الزلازل او تتجدد نشاطات او نشاط لبعض البراكين في العالم فطبعا انا لو اجيت حكيت هذا الحكي في بداية السنة وانا حكيت شبيه له في بداية السنة او خففت من الحدية هاي في بداية السنة فالناس هاجمت فممكن انه هذا اشي طبعا مش اني والله يعني انا اللي اكتشفته هذا اشي موجود واي فلكي بيعرف الحسابات الفلكية بيعرفها فممكن انه يحكي نفس الحكي هات وفي ناس ممكن تأفورها وتركزها على دول معينة وبعدين تركب على كتافها شفتوا تحققاتي هاي ما تحقق هاي ما تنبأش باشي هذا الاشي اي فلكي بيعرف انه هاي الزاوية لما بدا تصير بيصير هذا الاشي يعني بنسبة عالية جدا بتصل لها اعلى من تسعين في المية فعشان هيكي مش اي واحد يعني انه فلكي واو وعمل الخوارق وجاب التايها وجاب المعلوم اللي محدش جابها لا هذا اشي اي واحد بيعرف الزاوية هاي لما بده تصير الزاوية هاي اطلع انت احكي نفس الحكي هذا بتزبط معك التوقعات اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وارانوس في تمام الساعة ست وخمس دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما انه هو موجود بالعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم ستة اربعة رح يكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساءا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب او المحدب عمر اتناشر يوم في تمام الساعة واحدة ودقيقتين قبل العصر بيصبح ثلاثة عشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل لغاية تسعة عشر اربعة المزاج سعيد القمر في الاسد والعذراء حتى مساء ستة اربعة المزاج منتزج عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربعة المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشر خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى هدعاش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في التور حتى خمسة عشر ثماني وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة عشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة عشرين اربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتزج وطبعا بدنا نرجع نذكر في هاي النقطة انه انا بحكي برج وطالع اللي بدي يسمع برجه ويسمع طالعه اللي بديوش يسمع الطالع يسمع برجه اللي بيعرفش طالعه بدي يعرف طالعه فيه رابط موجود في صندوق الوصف بيقدر منك خلاله ويعرف طالعه وطريقة استخدام الموقع في الهالينك ثاني برضو بيقدر منك خلاله يعرف كيف يستخدم طالعه او يستخرجه اتنين أنا بشرح بيوت اللي بسأل عني البيوت بدي يعرف البيوت شو معناها وشو تأثيراتها برضو فيه لينك موجود في صندوق الوصف بشرح البيوت كل بيت شو معناه وشو تأثيراته يعني في صندوق الوصف كثير لينكات وكثير مواضيع اللي بيهتم بهاي الأمور ممكن يتطلع عليها وصلنا على التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر بدو ينتقل لبيتك السادس للعذراء وهو بيت العمل والصحة عشان هيك الفترة هاي بيصير فيها نوع من أنواع الضغط بما أنه صار يتجه القمر الآن باتجاه المقابلة لعلكم بيبدأ الضغط طبعا بوجوده في البيت السادس البيت السابع والبيت الثامن فعشان هيك هذا أسبوع للحمل أسبوع فيه نوع من أنواع الضغط بدهم يتحملوا الضغوط هاي لتواجد القمر مقابلهم تماما بتراكم في هاي الفترة وخصوصا أثناء تواجده في البيت السادس بتراكم العمل أكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول والعلاج للمسائل الطارئة خصوصا للتواصل وللاتفاقات ابحث عن حليف أو عن دعم وتجنب الإساءة لأصدقائك وشركائك حاذر من التراجع الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فهو طبعا بما أنه القمر صار يتجه للمقابلة فإذاً بتكون الثقة بالنفس أقل من المعتاد بيكون في نوع من أنواع العصبية وحدية في نوع من أنواع التوتر موجود عند الأشخاص اللي من موليد برج الحمل ممكن يحتدوا ويعصبوا أو يرتفع صوتهم بدون يعني هيك مجرد نقاش عادي يحاولوا أنهم يضبطوا عصابهم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني فيه نوع من أنواع الإجتهادات لتحصيل بعض الأموال أو فيه فرص لتحصيل بعض الأموال أو نوع من أنواع الدعم أو أشياء لها علاقة بفرص مالية ممكن تجيك إما عن طريق عمل أو عن طريق مساعدة أو عن طريق هبة أو نوع من استرداد الأموال اللي بتعود لها أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الدعم أو القوة وخصوصا لأول موليد من برج الحمل اللي هو موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس بيستفيدوا من من هاي المنزلة بالذات إنه بيكون فيه عندهم طاقة ونشاط وصرعة بديها عالية وقدرة على النقاش تحليل الأمور بيقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره بيبرعوا في أمور إلها علاقة بالتسويق عندهم جراءة وقدرة عالية جدا على المغامرة أو على التحرك أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والأشياء اللي من هذا القبيل طبعا هاي تأثيرات عامة على الكل يعني كل موليد برج الحمل بيحسوا فيها ولكن قوة هاي التوقعات بتكون عند أول موليد برج الحمل أما بالنسبة للبيت الرابع فبيت الرابع تقريبا بنقدر نحكي فيه نوع من أنواع الروتيني ولكن فيه نوع من أنواع الاهتمام المنزلي فيه بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالمشتريات أو التصليحات أو الترميمات أو اهتمام بأحد أفراد العائلة فيه منكو ممكن ينشط في أمور التواصل أو الاهتمام بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الخامس فهو نقدر نحكي يعني بما أن القمر تحرك منه فعشان هيك برجع بنعكس لشكل روتيني فيه نوع من أنواع الضغط اللي بتكون موجودة على هذا البيت شوي فيه مزاجية في الطباع ونوع من أنواع الحدية ولكن فيه ساعة العصر ممكن تلوح فرصة للتقارب أو المصالحة بتكون جيدة للتقارب العاطفي أما بالنسبة لبيتك السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السابع يعني فيه روتيني الوضع بالتعامل مع الشريك يعني تعامل مش نحكي إيجابي مية في المية ولا سلبي مية في المية يعني بتتعاملوا فيه على حسب طباعك وعلى حسب ردات الفعل وعلى حسب أبراجك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه فارغ تماما من أي تأثيرات فعشان هيك يعني بيكون فيه نوع من أنواع على الروتين في طريقة ضبط الميزانية أو الاهتمام في الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة وفي منك بيهتم بأمور محاسبية وفوترة ومن هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى البيت التاسع بتدعمكم في أمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات وعمور إلها علاقة بالدراسة والبحوث والمناقشات ولكن برضو الانفعال والعصبية بتكونوا تحذروا منها واللي عنده دراسة أو عنده امتحانات بخصوصا اللي من خلال الانترنت بده يكون مركز بشكل جيدا ومستعد لهاي الامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر اللي على رأس عملهم أو القائم من الأشخاص اللي على رأس عملهم هدولة بيستفيدوا بشكل قوي جدا اليوم في إنجاز ملفات أو أمور إلها علاقة بالعمل بالمعاونة مع الزملاء أو رؤساهم بالعمل أو ممكن يتوكل لهم أمر ويكون فيه نتائج إيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات العامة فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو المساعدة أو طلب المشهورة من صديق فممكن أنه يعاونك في مسألة معينة أو أنه يساعدك أو يشهر عليك بشيء أنت ما كنت لحالك ممكن أنك أنت تعمله أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فهو اليوم جيد فبعطيك طاقة إيجابية ولكن أنه بدك تنتبه في بعض الهزات اللي ممكن تتعلق فيك أو تتعلق في أحد المقربين صحيا فرح تهتم فيها بشكل كبير أو رح تأرقك أو رح يكون لك نوع من أنواع الاهتمام في هاي المسألة حاول لنك أنت تأخذ قصد كافي من الراحة ما تشغل حالك كثير وما تتعب حالك كثير في إنجاز أعمالك برج الثور طبعا القمر الآن انتقل للبيت الخامس وبيت العاطفي وبيت الحض يعني بمعنى آخر أنه الرغبة بتصير قوية جدا في التقرب من الأحباء وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ممكن يكون يوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا بتشعر نوع من أنواع الطمأنينة والراحة أما بالنسبة للبيت الأول فهو بيدعمك بشكل قوي اليوم نفسيتك أحسن بتتحسن بشكل قوي جدا وخصوصا مع ساعات المساء بتحس إنه في طاقة كبيرة شحنتك أو ثقة بالنفس صارت عالية بصير فيه نوع من أنواع المرح في طبيعتك المزاح والأشياء اللي زي هيك بتظهر بشكل ملفت للانتباه أما بالنسبة للبيت الثاني بصير فيه نوع من أنواع الفرص الأعلى للمكاسب المالية ممكن الأشياء اللي أنت كنت ترتب لها بالفترة الماضية اليوم تصير نتائجها أو تيجيك بعض يعني بصيص الأمل لإنجاز بعض الأمور المالية فيه منكم ممكن يهتم في أمور لها علاقة بالمستردات المالية أو الفوترة أو المشتريات ولكن أهم شيء تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا بدعمك على مستوى الحركة والنشاط والتواصل فيه نوع من أنواع الثقة العالية طبعا مثل الأيام الماضية تجد عندك رغبة في الاتصالات الكثيرة وعندك نشاط عالي جدا منكم ممكن يهتم بأمور لها علاقة بالرياضة أو المطالعة أو أمور فكرية أما بالنسبة للبيت الرابع فنشوفه إحنا أنه وصل لمرحلة الروتينية خلال هذا اليوم فعشان هيك بتتعامل بس بإنجاز الأشياء المهمة أو الأشياء المطلوبة منك بتحاول تنجز أشياء على يعني بشكل معتاد طبيعي اللي هي العمال المنزلية أو العمال المطلوبة منك اهتمامات في تصليحات وترتيبات وأمور بسيطة جدا فيه ممكن بعض الاهتمامات العائلية تظهر على الساحة تهتم في أحد المقربين أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس فيه نوع من أنواع النشاط على مستوى العمل إنجاز الأعمال أو الاهتمام بالوضع الصحي ولكن هو شوفه أنا بتركز على أمور الأعمال أكثر فعشان هيك رح تهتموا بإنجاز كثير من أعمالكو خلال هذا النهار الوضع إيجابي وداعم بقوة فعشان هيك بتكون تستغلوه اليوم قصوصا وجود القمر في البيت الخامس بدعمكو بشكل قوي فإذا عندكو أي أعمال عالقة اليوم تقدروا إنكو تتحركوا باتجاهها أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة تقريبا الوضع روتيني اليوم تتعامل بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنا شايف أنه الضغوطات أقل يعني الحدية أقل بتكون عندك فعشان هيك بتتعامل بشكل محبب للشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تلوح فرصة أو يجيك خبر عن تحصيل مالي أو أمور الهلاقة بالدعم المالي أو مساعدة أو شغلة كنت طالبها أنت في الفترة الماضية الهلاقة بقرض أو سلفة اليوم تتبلور وتنحطوا قدامك بشكل سهل أو يجيك جواب إيجابي إن شاء الله أما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عندهم اليوم امتحانات أو عندهم مقابلات أو اتصالات خارجية كلها هاي بتكون لصالحكم حتى اللي بكون عندهم أوراق الهلاقة بالقضايا أو جلسات محاكم برضو نفس الشيء بتدعمكم بقوة اللي عنده اتصالات خارجية ممكن تفقدية أو نوع من أنواع الإطمانان على بعض الأشخاص ممكن يصلكوا خبر اللي بتعلق في أشياء أنتوا كنتوا تنتظروها الكفترة أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي على رأس عملهم رح يستفيدوا من هذا البيت بشكل أقوى بدعموا أوضاعهم العملية فمنهم ممكن يحصل على مهمة جديدة وتكون لنا مصلحته ولكن أهم شيء أنه رح يكون فيه إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بالتعاون مع أحد الزملاء أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع إجمالا صار هادي بالتعامل مع الأصدقاء والمعارف ممكن تتواصل بشكل حكيم وممكن اليوم تبادر لوضع بعض الحلول أو بعض المصالحات اللي بتتعلق في صديق وممكن أنك تطلب مساعدة من صديق لإنجاز عمل معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو إيجابي بدعمك بشكل قوي جدا عشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأمور وبتقدر أنك أنت برضو تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبصير فيه عندك نشاط قوي جدا وممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع اللي اهتمام الصحي كعشاب أو بعض المكملات الغذائية أو فيه منكم بفكر حتى بحمية أو برنامج غذائي يعني يوم إيجابي بدعمكم بقوة حاوله ممكن تستغلوه بكل آآ بكل الاتجاهات برج الجوزاء طبعا القمر دخل هسه في زاوية تربية مع برجك نخل على آآ البيت الرابع اللي هو بيت البيت وبيت العائلة طبعا مكانه مش هالمكان القوي فعشان هيك اليوم بتنشغله في تنظيم أموركم المالية والبيتية والعائلية ووسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تشعر ببعض الحزن أو التعب بتبحث عن ملاذ آمن أهم إيش إنك لا تنتقد أقرب الناس إلك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة والمستجدات والالتزامات أما بالنسبة للبيت الأول يعني شوية اليوم طاقتك ضعيفة فعشان هيك فيه نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع العصبية أو الانطوائية مش حاب تختلط في اللي حواليك حابب تدخل في عزلة شوية هيك لحالك طبعا هذا كله بسبب تواجد القمر في البيت الرابع وعمل تربيع مع بيتك الأول فعشان هيك بضغط على البيت هذا بشكل قوي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل الفرص الجيدة أو المناسبات الجيدة على أساس أنك أنت ترفي عن نفسك أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف الأمور أنا جيدة على مستوى بيت المال فعشان هيك ممكن اليوم يكون فيه نتائج مالية وممكن يكون فيه بعض الفرص اللي بتساعدك وبتدعمك بشكل إيجابي ممكن تحصل بعض الأموال أو ممكن يجيك خبر عن بعض الأشياء اللي أنت كنت تهتم فيها ماليا بالفترة الماضية كمطالبات مالية أو استردادات مالية أو رواتب عالقة أو أموال بتعود لك أو نوع من أنواع الأعمال اللي كنت أنت عاملها وبتستنى في رديتها أو بمبالغها اليوم ممكن يصلك خبر عن واحدة من الأمور هاي يعني فيه أمور إيجابية على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث بيغ كما هو بالأمس عندك نشاط عندك حركة سرعة بديها للتواصل بتحب الإجتماعات النقاشات عندك حبل الإطلاع على معلومات أو على مواضيع متنوعة لو دخلت بأي نقاش اليوم ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك قدرة للنقاش عالي جدا وسرعة بديهتك برضو بتساعدك في كثير من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع كما ذكرنا أن القمر موجود فيه فهو بضغطك على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فشوي الأمور فيها نوع من أنواع الحدية من الناحية العاطفية فعشان هيك فيه نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي ممكن سوء خلاف أو ممكن تقصير من الحبيب أو إهمال أو أشياء من هذا القبيل فبتكون ضغطيتك بشكل عصبي حاول أنك أنت ما تحتد بمواجهة الحبيب على أساس أنه ما يصير مشاكل كبيرة أما بالنسبة لبيتك السادس ببيت السادس يعني إجمالا بدعمك بشكل جيد على مستوى إنجاز الأعمال أو الأشياء المطلوبة منك فيه أمور ممكن تكون إيجابية وبتدعمك بقوة فعشان هيك يحاول تستغلها وحاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك وفيه منك ممكن يهتم بمسائل بيتية أو ترميمات أو تصليحات أو عمال بيتية على المستوى الصحي إجمالا الوضع جيد ما زالت الأمور أنت مسيطر عليها فعشان هيك يبتدعمك بقوة برضو من ناحية صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع يعني شوي ممكن أنه فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى الشراكي فعشان هيك يبتلاقي فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر من فترة لفترة بتصير ما بينك وبين الحبيب ممكن هذا الإشي يسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تخوض في هذه الجدالات بالعكس حاول تستغلها بالجانب الإيجابي مش بالجانب السلبي وتمها نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني بعطيك نوع من أنواع القوة برضو في الحدوض اللي بتدعمك اللي من خلالها ممكن أن تتحقق إنجازات أو تحقق أمور أنت ما كنت قادر تحققها بالفترة الماضية وخصوصا على المستوى الأموال المشتركة يعني ممكن تسترد أموال أو ممكن أنت تكون بالطالب في أموال أو قرض أو مساعدة أو دعم معين اليوم يصلك نتيجة بهذا الأمر أو خلال اليومين هدولة أما بالنسبة لبيتك التاسع ببيتك التاسع يعني بعطيك برضو نوع من أنواع القوة فعشان هيك بتلاقي إنه اليوم عندك اتصالات خارجية كثير ممكن تواصل مع أشخاص خارج البلاد هذا الأمر يعني بعزز كثير من الآراء أو الأفكار عندك ممكن منك يهتم إما بثقافي أو بلغة جديدة أو اللي عندهم دراسة أو امتحان اليوم بيكونوا مجتهدين وبثبتوا ذاتهم وبيدموا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شوي البيت العاشر فيه نوع من أنواع الضغوط على مستوى العمل ولكن أنه برضو أنت بمساعدة بعض الزملاء أو رؤسائك بالعمل بتقدر تنجز كثير من الأمور خلال هذا النهار وممكن تحقق إنجازات ما كنت أنت قادر تحققها بالفترة الماضية إن تعاونت مع بعض الأشخاص أما بالنسبة لبيتك 11 يعني هنا منيجي إحنا على بيت العلاقات منشوف أنه اليوم أنت بتنشط في أمور إلها بالعلاقات بالاتصالات مع الأصدقاء أو بتواصل معهم أو حتى ممكن لقاءهم طلب المعونة منهم أو طلب المشهورة ممكن هم يطلبوا منك المساعدة وممكن أنت برضو بدورك تطلب منهم المساعدة فبتكون الأمور إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بيت المتاعب أحسن اليوم من الأمس بدعمك بشكل أقوى فعشان اليوم معنوياتك أو عندك نشاط بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن الوساوس إلها دخل كبير بتضغط عليك بشكل كبير أهم شي حط الوسواس على الجنب وماتت وسوس من شيء وتركها لرب العباد إن شاء الله كل الأمور بتنحل في منكو ممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لا إلكم بما أن القمر الآن موجود في البيت الثالث ما عشان هيك بتكونوا أكثر وعي على الطرقات وخاصة في التنقلات أو أثناء تنقلاتكم داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بيسجل لقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة واللي هي بتواجد القمر في يعني في العذراء فعشان هيك بتلاقي إن الفترة هاي في عندك نشاط عالي جدا وعندك أمور إلها علاقة بالاهتمامات والاتصالات والمواصلات والنقاشات وسرعة بديها عالي جدا وبتكون أنت مقنع بشكل كبير ممكن تهتم بدراسة موضوع أو الإطلاع على موضوع معين أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك أحسن تدعمك بشكل أقوى بتلاقي إنه اليوم فيه أشياء كثيرة بتساعدك وبتدعمك بتلاقي فيه نوع من أنواع الحظوظ عندك يعني إيجابيتها عالية جدا على المستوى الثقة بالنفس والشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع المساعدات أو الدعم رغم أنه أنت شوي يعني وصلت لنوع من أنواع الملل من التعامل مع بعض الأشخاص أو وعود بعض الأشخاص لإلك وما يووفوا بالوعود حاول برضو اليوم أنت ومش رح تخسر إشي إن شاء الله أنه يكون فيه بوادر جيدة أهم شيء أنه تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني اهتمامات على مستوى البيت ممكن تدعمك بشكل قوي ممكن يكون فيه بعض النتائج الإيجابية اللي تساعدك في إنجاز كثير من الأعمال المنزلية ممكن الاهتمام بأمور الحلاقة بترميمات أو صيانات أو التصليحات أو المشتريات المنزلية المهم الوضع على إجمالا على مستوى البيت هو جيد فيه نوع من أنواع الدعم الإيجابي بتساعدك بشكل كبير فيه نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد المقربين أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو على مستوى البيت الخامس جيد جدا فيه نوع من أنواع الإيجابية بالتواصل مع أحد الأحبة أو بحث موضوع معين أو لقاء تواصلي أو اتصال ممكن فيه نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الأعمال اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك فيه عندك طاقة كبيرة للعمل والحركة رغم أنه فيه أشياء ممكن تكون فيها نوع من أنواع العبئ أو الضغط عليك أو أشياء أنت مش حاب أنها تكون موجودة ولكن أنه إجمالا أنت بتنجز الأعمال اللي عليك مهما كانت بتعمل الواجب والمطلوب منك على أكمل وجه ممكن تهتم بأمور صحية أو بعض الاضطرابات الصحية أو بعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأمور الشراكة تقريبا منحكي جيدة فيه نوع من أنواع الاستقرار على المستوى الشراكي المالي والعاطفية فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين الشريك وهذا بدعمك بشكل إيجابي أنه بريحك بنسبة كبيرة بما أنه هذا محور معرفة أو علاقة ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة لها بيتك الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة فبقول لك أنا اليوم فيه فرصة بتساعدك في هذا الباب فلو طلبت أنت في الأيام الماضية إشيء العلاقة بسلفي أو قرض أو سداد بعض الديون أو الاهتمام في مسائل مالية مشتركة ما كان في إلها نتائج ممكن خلال اليومين هذولا يكون نتائج واضحة ولمصلحتك أما بالنسبة لها بيتك التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية بتكثر عندك الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد لتفقدهم أو لطمئنان عليهم وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو إلها علاقة بالمحاكم أو جلسات المحاكم وفي منكم ممكن يهتم بامتحان أو دراسة وبتكون أموره طيبة وجيدة أما بالنسبة لبيت العاشر فع مستوى العمل اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات يعني اليوم جيد جدا على مستوى إنجاز الأعمال المطلوبة منكم بالتعاون مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل هذا الإشي بدعمكم بقوة وفي نفس اللحظة فيه إيجابية عالية جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بدعمك على مستوى العلاقات وهو جيد للتواصل أو تفقد بعض الأصدقاء أو التواصل معهم أو طلب المساعدة أو المعونة أو حتى لو الاتصال لمشهورتهم في مسألة معينة بساعدك بقوة وممكن أنه أنت تحقق إنجازات ما كنت قادر تحققها بمعاونة صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك بتلاقي عندك رغبة في الحركة والنشاط اليوم وإنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منك فعشان هيك يحاول إنك أنت تستغل هذا النهار بكامل طاقته لأنه راح يكون بصفك في كثير من الأشياء خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك طبعا القمر معروف أنه انتقل على العذراء يعني بيتك الثاني وهو بيت المال فعشان هيك بيحكي عن الأمور اللي إحنا ذكرناها الآن أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم برضو أنت مشحون بطاقة عالية جدا شخصيتك مريحة عندك تفاؤل بالحياة أو فيه نوع من أنواع التفاؤل بشخصيتك أو مقدراتك بتكون عالية حابب أنك تبدأ بشيء أو تبادر بشيء للتحسين من وضعك الأمور إجمالا على المستوى الشخصي والنفسي جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فيه عندك نوع من أنواع النشاط العالي جدا خلال هذا النهار إلى الاتصالات والتواصل المزاح النقاشات سرعة البديهة بالنقاش صحيح أنه شوي فيه نوع من أنواع الحدية لو حدا عارضك ولكن أنه أنت بتتجاوزها يعني عندك قدرة على التحمل أو التأقلم على الوضع فيه منكم ممكن يهتم بموضع علمية أو دراسة موضوع معين أو يهتم في أمور العلاقة بالحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك بشكل قوي على مستوى البيت ممكن يساعدك هذا في إنجاز كثير من الأمور العائلية أو البيتية أو نوع من أنواع التقارب ممكن مصالحة أو ترميم أو تقارب أو تصليحات أو اهتمام بأحد أفراد العائلة أو أمور عائلية كمشتريات واهتمامات أو سماع مشاكل معينة من أحد أفراد العائلة وتهتم فيها ممكن يكون فيه نوع من أنواع الرعاية أو الاهتمام أو التقارب ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة شيئا ما على المستوى العاطفي رغم أنه أنت بتحاول أنك أنت تأخذ نوع من أنواع مش الإجازة يعني ولكن نوع من أنواع الراحات في هاي الأمور ولكن فيه أشخاص معينين بتحاول أنك أنت تتقرب لهم وهدولا يعني بتحس أنه فيه نوع من أنواع المسئولية عندك على اتجاههم فأنت بالفترة هاي بتحس بهذا الشعور أكثر إشي فبتعمل الأمر كنوع من أنواع الواجب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس أنه بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال لإلكم وخصوصا المطلوبة منكم كانت أعمال في ساحة العمل أو كانت منزلية من داخل البيت فأنت بتنجز كثير من الأعمال المطلوبة منكم وفي بعض الأفكار اللي إلها علاقة بالاهتمامات الصحية مثل إما برنامج غذائي أو أمور إلها علاقة بمكملات غذائية عشبية أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك بشكل قوي فعشان هيك على مستوى الشراكي اليوم الأمور بتكون جيدة جدا في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك وبالعكس في تلاقي في وجهات النظر في نوع من أنواع الألفة ما بينكم أما بالنسبة لبيتك في الثامن لو كنت في الأيام الماضي كنت حابب تطلب قرض أو دين وكان صعب عليك أو مساعدة اليوم تقدر تطلبه الأبواب مفتوحة ممكن تجيك مساعدات من أشخاص يعني بتثق فيهم أو ممكن تتواصل معهم اليوم هذا جيد لطلب المعونة أو الدعم أو المساعدة أو استحقاق بعض الأموال اللي بتعود لك أو أشياء كانة يعني إلك بس مش قادر تحصلها اليوم في إمكانية أنك تتحرك بهذا الاتجاه أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بقوة كبيرة فعشان هيك اليوم يعني ممكن تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد إما للتفقد أو لنوع من أنواع الأشياء المستقبلية في منكم ممكن يهتم في أمور الهلاقة بالتحليل أو الدراسة أو التركيز على أمور علمية أو الاستماع لأشياء سياسية أو دينية في منكم ممكن إذا عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم يبدع وخاصة إذا كان عنده امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بدعمك بقوة كبيرة على مستوى العلاقات وعلى مستوى المعارف فممكن أنت اليوم إذا كنت على رأس عملك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة بالاستعانة بأحد الزملاء أو المعارف أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم نشاطك هائل جدا بالتواصل مع الأصدقاء أو المعارف أو العلاقات العامة نوع من المجاملات أو الاتصالات أو طلب المشهورة أو الاستعانة بخبرات معينة أو آراء معينة وفي منكم ممكن يستخدم هذا البيت لنوع من أنواع التفقد أو بناء العلاقات أو تطوير العلاقات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو قوي جدا بدعمك بقوة كبيرة فعشان هيك أنت اليوم بتحس بنشاط عالي جدا بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك أو الموكل اللي لا إلك يعني بتحقق إنجازات عالية ورائعة جدا في منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين وعشان هيك يقولنا برضو في منكم ممكن يبدأ برنامج العلاقة إما بالتغذية اهتمام بالغذاء أو بالمكملات الغذائية والفيتامينات وهذا الأنواع برج العدراء طبعا من ساعات مساء هذا اليوم القمر رح يتخل عندكم رح يتواجد عندكم في العدراء عشان هيك مع كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر بتشعروا بثقة أكبر بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداكم لفترة واعدة بخبر أو تسوي أو انطلاقة في مرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة بتجتهد في إنجاز مشروع جديد عندك حماس واضح في الأفكار طبعا القمر رح يكون في البيت الأول فعشان هيك رح تحس بكل هاي الأمور أو بعض هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم تبدأوا بأمور العلاقة بالترتيبات المالية أو التسوية أو أمور العلاقة بالفوترة أو سداد الديون أو تحصيل أموال كان صعب عليكم تحصلوها بالفترة الماضية أو ممكن تحصلوا على مبالغ معينة بتعودلكم وفي منكم ممكن يجتهد في أمور العلاقة بالمشتريات وينشطوا في أمور المشتريات ولكن ديروا بالكم النفقات الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد إجمالا على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة فعشان هيك بتلاقي في نوع من أنواع الجراءة أو الرغبة بالحركة والاتصالات أو التواصل أو الدراسة أو النقاش أو المناقشات كلها هاي رح تكون إيجابية رح تدعمك برضو بقوة يعني تقريبا نقول أنه كانت صعبة في الفترة الماضية أو أنك رح تحس بهاي الأمور بالقوة هاي أكثر من الفترات أو الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الرابع فهونا بنحضرك من بعض التأثيرات السلبية على مستوى البيت أو الأخبار المنزلية أو بعض الأعطال المنزلية اللي ممكن برضو تربكك ممكن تهتم بتصليحات أو ترميمات أو مشتريات أو التزامات بيتية عالية جدا حاول قدر الإمكان أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد بدون هاي الضغوطات وما تضغط نفسك لو رتبتها وعملت نوع من أنواع التقارب وزعت المهام كل شخص اللي مهمة معينة من أفراد العائلة بتلاقي الأمور تنجز على أكمل وجه ولكن إذا تعاملت معها بعصبية فرح تعمل مشاكل أنت بغنى عنها أما عن البيت الخامس فالأمور جيدة على مستوى العاطفي في نوع من أنواع التواصل اليوم العاطفي مع حبيب أو ممكن عمل رغبة معينة أو ممكن أنك أنت مساعدة أو نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل أنا شايف الأمور جيدة فعشان هيك اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ورح يكون عندك نشاط عالي جدا فيه منك وممكن يهتم بأمور صحية أو اهتمامات صحية بتعود له أو بتعود لأحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأمور جيدة في نوع من أنواع التواصل مع الشريك أو التقارب مع الشريك خصوصا شريك المال أو العاطفي فيه ممكن اليوم تجد بعض الحلول أو تضع بعض الحلول أو المصالحات للتقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فمنلاقي أنه فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت الثامن فعشان هيك مستوى الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع إما خبر صعب أو مطالبة عليك أو نوع من أنواع الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الإلزامات لإلك أو بتلاقي حالك أنه أنت انحصرت بزاوية من المطالبات المالية خصوصا الأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك فعشان هيك حاولوا تحافظوا على مقتنياتكم من الضياع أو السرقة وحاولوا أنه أنتوا ترتبوا جدولة أمورك وفواتيرك والتزاماتك بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت التاسع عشان هيك بتقدر اليوم تحل كثير من الأمور وتجر كثير من الاتصالات الخارجية وممكن تفقدية في منكم ممكن يهتم بأمور دراسية أو بحثية أو ممكن يهتم بأشخاص خارج البلد يعني أجانب عنه في منكم إذا كان عندهم دراسة منزلية أو امتحنات منزلية بقدموا امتحان اليوم بكون لصالحهم وفي منكم ممكن ينشغل في أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بشوف أنه الأمور جيدة على مستوى البيت العاشر فعشان هيك اليوم الأشخاص اللي على رأس عملهم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو مع رأسائهم بالعمل وممكن يتوكل لكم عمل جديد وتكونوا أنتوا قد الثقة بإنجاز كثير من هاي الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الوضع البيت العلاقات العامة فممكن تتواصل مع أصدقاء أو معارف لاستبيان مسألة معينة أو لمشهورتهم أو لعمل شيء معين ممكن أنك أنت تأخذ رأيهم في مسألة معينة أو يكون في نوع من أنواع التقارب أو العلاقات الاجتماعية أكثر من الفترة الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور شوي إيجابية بتدعمك فعشان هيك اليوم في نوع من أنواع التقارب وإنجاز كثير من الأعمال المهمة في منكم ممكن ينشغل إما بصحته أو بصحة أحد المقربين وفي منكم ممكن يركز على أمور حمية غذائية أو برنامج إلو علاقة بالتغذية أو المكملات الغذائية أو الفيتامينات مرج الميزان طبعا القمر الآن انتقل لبيت المتاعب وهذا طبعا وضع مكانه مش مزبوط يعني يكون ضاغط بشكل سلبي فعشان هيك خلال اليومين اللي جايين هذولا بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر عليك والتعب الشديد بتفكر في إلغاء الموعيد واللي بتعاد عن الضوضاء حاول انك تحمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة عندك وتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل طبعا يومين لحديث ما يوصل القمر لعندك بعدين بتلاقي الأمور تحسنت بشكل إيجابي ولكن فترة هاي بدك تحاول انك تراعي وضعك الصحي وبدك تحاول تأخذ قصد كافي من الراحة وتحمي نفسك أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه ضاغط بيت المتاعب معناته البيت الأول بده يكون فيه نوع من أنواع الضغط الخفيف يعني شوي هو بشجعك بأنك بتقدر تشحن حالك بطاقة نفسية عالية ولكن أنه عملية الضغط بتكون دائما أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني على المستوى الأمور المالية ممكن أنه يعني يكون فيه بوادر لأمور إلها علاقة ببعض المرابح المالية أو المكاسب المالية أو ممكن أنك تحصل على أموال عن طريق سلفي أو دين أو أمور إلها علاقة بالاستردادات المالية أو ممكن تنهمك بعملية فوترة أو سداد التزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثالث يعني ما زالت الأمور جيدة على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات والأمور هاي ولكن اليوم بيكون فيه نوع من أنواع الارتخاء عندك أو الكسل فيه نوع من أنواع التشتت الذهني مش حابب أنك أنت اليوم تناقش ولا تجادل ما عندك طول تروح لكل الأمور هاي ولكن عندك أنت اهتمام في الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات ممكن في تليفون عطلان أو صيان إلى إله أو ممكن جهاز كمبيوتر أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فيه عندك اهتمام عالي جدا على مستوى البيت أو أفراد العائلة ممكن الاهتمام بأخ أو جار أو ممكن ترميمات أو تصليحات أو أعمال منزلية مطلوبة منك خلال هذا النهار ممكن الاهتمام بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا يعني على المستوى العاطفي ممكن نوع من أنواع التواصل أو تبادل الكلام أو الإطمئنان على صحة الحبيب يعني فيه أشياء ممكن أنك أنت تستغلها من هاي النقطة ولكن بالنسبة للحضوض ما تجازف نهائيا وما تحاول أنك أنت تغامر فيها أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور يعني إجمالا جيدة على مستوى إنجاز الأعمال يعني صحيح مش بالنشاط المطلوب ولكن أنه بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك وممكن أنك أنت اليوم تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين ولكن على مستوى العمل جيدة أما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية بيتك السابع فهو جيد ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو الاتصال ما بينك وبين الحبيب وممكن يكون فيه نقطة تلاقي بمشاعركم أو بموضوع معين ممكن تجد حلول لأشياء معينة ممكن يساعدك في بعض الأمور يعني أمور إجمالا بتكون جيدة على مستوى بيت الشراكة أما بالنسبة للأموال المشتركة فهو روتيني تماما لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل فيها على حسب وضعك وحسب الظروف الاجتماعية تاعتك وعلى حسب الالتزامات المالية المطلوبة منك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية ممكن يكون في عندك اتصالات كثيرة خارجية اليوم أو تفقد لبعض الأشخاص خارج البلاد ممكن الاهتمام بالدراسة أو بامتحان أو بأوراق قانونية أو أشياء لها علاقة ببعض الأمور المهمة اللي لها علاقة بالبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من العمل المطلوب منك وخصوصا إذا كنت على رأس عملك تقدر تنجز كثير من العمال المطلوبة منك وخاصة بالتعاون مع زملائك أو مع أحد الزملاء أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت التاسع فهذا بدعمك شوي على مستوى العلاقات ممكن يكون فيه نوع من أنواع الاتصالات أو التفقد لبعض الأصدقاء أو ممكن تواصل لاستشارة أو لطلب المعوني في أمر معين أو حتى لمشاورته بشيء صار من ضمن أصدقاء ثانيين فأنت بتشاورهم في المسألة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات أنه في نوع من أنواع الضغط اليوم حاول قدر الإمكان أنك تهتم بصحتك وتراعي وضعك الصحي حاول أنك ما تجهد حالك كثير بالأعمال وحاول أنك أنت تنجز الأعمال المهمة والضرورية وتخلد للراحة من فترة لأخرى برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة معينة أو في تواصل أو اتصال للمجاملة أو للإطمئنان على بعض الأشخاص أهم إش أنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة وإلعب دور بالناء مع محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت شعبية واسعة الرؤية بتكون إلك واضحة أكثر ما بيجوز أنك اليوم أنك تتجنب اتخاذ قرارات لأنه بالفترة القادمة يعني القمر لما يوصل للميزان بيكون في بيت متعبك فما في مجال للتأجيل حاول أنك أنت تحزم أمرك على المسألة اللي أنت عازم عليها وتتخذ قرارك بأسرع وقت ممكن أما بالنسبة للبيت الأول يعني شايفه أنا إيجابي بدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن تحقق كثير من الأشياء بسبب ثقتك بنفسك أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف الأمور يعني على الأمور المالية ممكن يكون فيه اليوم رد أو موضوع مساعدة لإلك أو يكون عليك بعض النفقات أو الالتزامات وفي منكم ممكن أنه يهتم بأمور العلاقة بالقروض والديون أو تحصيلات لبعض الأموال اللي بتعود لهم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد يعني نشاط الفكر عندكو عالي جدا اليوم تقدروا تتواصلوا مع المجتمع وتتواصلوا مع الناس اللي حواليكو ممكن تناقش وتجادل وتطرح وجهة نظرك بكل أريحية ممكن تهتموا بأمور علمية أو دراسية أو أمور إلها علاقة في بعض الأمور اللي إلها علاقة في النشاط الفكري فأنت عندك قدرة عالية على إقناع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع فعن مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط سوء فهم خلاف بسيط بتحاول أنك تناقش وتجادل تحاول أنك تقرب وجهة النظر بتحاول تحل هاي المسائل في منكو ممكن ينشغل بأمور إلها علاقة بالتصليحات والترميمات أو الأمور اللي إلها علاقة بالمشتريات المنزلية في منكو ممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لإله أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعم بشكل قوي جدا من ناحية العاطفية فممكن اليوم يصير في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب ممكن لحل بعض الأمور أو لحل مشكلة معينة أو لبس معين كان في الفترة الماضية فاليوم تبادر لحله أو أنه يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم اللي عنده عمل ممكن ينجز أعماله بشكل قوي جدا وممكن أنه يرتب الأمور بشكل عقلاني ويتواصل مع المجتمع بشكل رائع المهم أنه تقدر تنجز الأمور هاي وتهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فأنا شايف أنه قوي جدا على مستوى التقارب ما بينك وبين الشريك يعني فيه أمور ممكن أنها تقارب ما بينك وبين الشريك اليوم أو تتلاقوا على مسألة معينة تحاولوا أنك تحلوها أو أنه تتعاونوا على حلها ولكن الأجواء بينكوا جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف الأمور أنا على مستوى الأموال المشتركة يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الثبات فعشان هيك اليوم تقدر تطالب إما في أمور إلها علاقة بقرض أو مساعدة أو ممكن يجيك هذا الأمر ممكن اليوم تجتهد في أمور إلها علاقة بالفوترة أو جدولت بعض الالتزامات أو بأمور إلها علاقة بدعم الوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه برضو هو روتيني ولكن أنه برضو فيه نوع من أنواع الاهتمام بالاتصالات مع الخارج أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن الاهتمام بموضيع بحثية أو بحثية يعني بحث عن موضوع معين أو دراسة وفي منكم ممكن يهتم بأمور دراسة أو الاطلاع على لغة أو على ثقافة أو حتى أنه يحضر أفلام إلها علاقة بالرومانسية والسفر والمغامرات والأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم بيقدروا اليوم ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وممكن اليوم حتى أنه يكون في نوع من أنواع التعاون ما بينهم بين زملائهم أو رؤساهم بالعمل وممكن يكون فيه إشادة لبعض الإنجازات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك فعشان هيك اليوم مثل ما حكينا في بداية التوقعات رح يكون فيه نوع من أنواع النشاط الاجتماعي اللي خلاله ممكن يصير فيه اتصالات ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أنا بقول لكم بدكوا تديروا بالكوا أنه يعني الفترة الجاي بدي يكون ضاغط فبلشت الحدية تطلع عليه عشان هيك بدكوا تراقب ووضعكوا ووضعكوا الصحي أو صحة قريب للكم وتهتمهم في صحتكم ما تجهدوا حالك كثير تحاول متوتر حالك وتحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة من وقت لآخر برج القوس طبعا القمر موجود الآن في بيت السمعة بيتك العاشر عشان هيك بوسع كل محافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن مصدر إضافي للعمل أو يدعم موقعه بالنسبة للعمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرارك أو باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف والارتجال ركز بشكل جيد على عملك أو على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني دعميتك بشكل قوي على المستوى النفسي اليوم تقدر أنت تتحرك بأكثر من اتجاه رغم أنه بيجيك بعض الإحباطات أو الملل أو عدم الثقة بالنفس أو بتنشحن طاقة فيها نوع من أنواع العصبية حاول أنك أنت تتجاوزها بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد جدا على المستوى المالي فاليوم ممكن يجيك نوع من أنواع المساعدات أو الدعم أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالراحة المادية ممكن أنه يجيك خبر أنت كنت تطارق باب معين لنوع من أنواع المساعدات اليوم تحس أن الأمور انفرجت أو أجاك بصيص من الأمل لهذا الموضوع في منكم ممكن يهتم بأمور الفوترة أو سداد بعض الديون أو المشتريات ولكن حاول أنك ما تبذر أموالك على مشتريات غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على المستوى البيت الثالث بخصوص التنقلات والاتصالات والاهتمام بأمور إلها علاقة بالمناقشات أو التواصل مع المحيط أو مع المجتمع في منكم ممكن ينشط بالحركة أو بالتنقلات في منكم ممكن يهتم بأمور علمية أو دراسة أو بحث عن موضوع معين أما بالنسبة للبيت الرابع فهو شوي أحسن بالنسبة للبيت يعني فيه أمور استقرت على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التواصل مع العائلة بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة إما بالترميمات والتصليحات والمشتريات العائلية أو الاهتمام بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف الوضع العاطفي يعني خالي من التأثيرات الإيجابية والسلبية عشان هيك بتتعامل مع الحبيب بشكل طبيعي على طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس يعني بدعمك شوي في إنجاز بعض الأعمال ولكن برضو بدك تدير بالك أنها تتركم الأعمال عندك حاول أنك أنت تركز على عمل واحد ما تشتت حالك بأكثر من اتجاه وحاول أنك تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهذا بيجمع ما بينك وبين الشريك أو بيعمل نوع من أنواع التقارب الفكري أو التلاقي على نقطة واحدة مشتركة بتتفاهمه على إنجاز بعض الأمور المشتركة أو توزيع المهام يعني الأمور جيدة في نقطة تلاقي ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي أو لمبادرة لمصالحة أو للتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا يعني بحذرك أنا من الالتزامات والديون أو تدخل في أشياء أنت مش قد أنك أنت تلتزم فيها حاول أنه أنت لما يعني تطلب مساعدة أو دين أو شيء ما تثبت موعيد قبل ما أنت تبقي عارف وضعك إمتى ممكن تسداد وأعطي حالك فترات من الراحة أو تباعد على أساس أنك تقدر أنك أنت تلتزم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد للاتصالات البعيدة ممكن اليوم تطلب دعم أو مساعدة من أشخاص خارج البلاد أو حتى التواصل معهم في منك ممكن اليوم ينشط بأوراق قانونية أو أمور قضائية أو أمور إلها علاقة بحث الدراسة أو البحث عن موضوع معين أو حتى النقاشات في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدين أو إلها علاقة بالأمور الفلسفية والمذهبية أو سياسية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي في نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين بعض الأصدقاء ولكن أنت حابب شوي أن تعمل التواصل ولكن محدود أو محصور ما بدك توسع النطاق أو ما بدك تعطي مجال لحد يدخل بحياتك أكثر فعشان هيك أنت بتتفقد من ناحية أصول أو من ناحية بس أنه تخلي في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين علاقاتك أما بالنسبة لبيت متعبك فهو يعني جيد شيئا ما بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتحس في نوع من أنواع التحسن أو الدعم في نوع من أنواع الإيجابيات اللي بتساعدك وبتدعمك في نفس الوقت حاول أنك تستغل هذا النهار بإنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منك وحاول أنك أنت تخلد للراحة من فترة لأخرى راقب وضعك الصحي وإياك والوسوسة ما تترك للوسوسة أنه يسيطر عليك برج الجدي طبعا اليوم بما أنه القمر وصل للبيت التاسع لألكم فعشان هيك اليوم بتكونوا مشحونين بطاقة عالية جدا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بأوراق سفر أو معاملات سفر أو أمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو بأوراق الاتصالات هسا بيجي واحد بقول لك ما إحنا قاعدين أوراق السفر يعني أمور إقامة أمور إلها علاقة بالمحاكم إلها علاقة بالجنسية إلها علاقة بشغلات من هذا القبيل أو الاهتمام بسفر كان متعطل وإنت بتحاول أنك تجهز له يعني كل الأمور هاي والإتصالات على أنواعها داخلية وخارجية أهم شيء تكونوا أكثر وعية على الطرقات خصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوته بتنقلوا خاصة أثناء القيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ممكن تطمئن خواطرك وتختلف أو تختفي هواجسك فترة إيجابية جدا ما تضيع عليك الفرص اللي ممكن تستغلها خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا هنا بيبلش الدعم النفسي بتلاقي نفسيتك اليوم استقرت أكثر في نوع من أنواع الدعم القوي جدا بدعمك فعشان هيك اليوم في بعض الإنجازات أو الاهتمامات اللي راح تهتم في شخصيتك وفي نفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو داعم لإلك على المستوى المالي ممكن اليوم توضح بعض الرؤية لأمور مساعدة أو دعم أو أشخاص ممكن أنهم يساعدوك أو أشياء كانت مبادرات قديمة وآن أو آنها بالفترة هاي لأنها تتحرك في منكم ممكن يهتم ببعض المشتريات أو النفقات أو ترتيب الوضع المالي تبعه أو المستحقات أو المطالبات أو أمور مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا هنا بعطيك النشاط والحركة وبدعمك بقوة كبيرة عندك قدرة على النقاش والجدال وعندك قدرة على الإطلاع وعلى المعلومات فيه بتقدر أنت اليوم تبحث عن موضوع معين أو دراسة فكرة معينة ممكن تناقش في أي شيء سرعة بديهتك عالية جدا بتحلل الأمور بعقلانية أكثر عندك المنطق 100% واضح وممكن تصيب معك كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فهو خالي تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فبتتعامل مع البيت بشكل روتيني ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الصيانة أو التصليحات أو الترميمات أو بأفراد العائلة كاهتمام عادي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك عاطفيا فعشان هيك اليوم بتلاقي فيه نوع من أنواع العاطفة والحضوض بتدعمك بشكل قوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي على نقطة معينة أو التواصل مع الحبيب على مسألة معينة ممكن يطمئن خاطرك أو شغلة كانت مأرقيتك بالفترة الماضية اليوم بتلاقي أجوب لإلها وبتطمئن أما بالنسبة للبيت السادس تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك اليوم عندك جهد عالي جدا أو عندك طاقة كبيرة لإنجاز الأعمال وفي منكم ممكن يهتم بأعمال منزلية أو أمور بتطلب جمع أوراق أو معاملات أو توقيعات أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي فارغ تماما فعشان هيك بتتعامل بشكل طبيعي أو ودي ما بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التقارب والتلاقي ما بينك وبينه بأوسع المجالات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني بعطيك نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة بالأموال خصوصا للأموال المشتركة ممكن اليوم تحصل على أوراق أو على معلومة أو على إشي يدعم وضعك أو يدعمك بشكل أقوى وممكن تحصل على خبر اليوم جواب على بعض التساؤلات اللي كنت تساءل عنها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى إنجاز الأعمال على مستوى المؤسسات الكبيرة ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك بمساعدة زميل أو صديق أو ممكن حتى رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بيعمل نوع من أنواع التواصل بينك وبين الأصدقاء ممكن يفتح لك مجالات قوية جدا اليوم للتواصل مع بعض الأصدقاء أو تصلك معلومة أو يتعاونوا معك على مسألة معينة أو ممكن يتسرب لك خبر من خلال صديق يعني يطمئنك أو يعطيك دفعة من الحيوية تكون عالية جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يعني نقدر نقول إنه شوي فيه نوع من أنواع الضغوط عشان هيك منقول لك حاول إنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تجهد حالك كثير حاول تأخذ قصد كافي من الراحة من فترة لأخرى ما في داعي إنك أنت تربك حالك وما في داعي للوساوس والأفكار اللي مش منطقية يعني برج الدلو ممكن اليوم تتفحصوا حساب مالي مشترك حاولوا تخففوا من النفقات القمر موجود في البيت الثامن لإلكم فعشان هيك يبغطقوا على الأمور المالية المشتركة وعلى أمور إلها علاقة بالصحة فعشان هيك صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية أهم إيش إنك تكون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهم الملف أو قضية خلال هذا النهار يعني صحيح إنه الفترة الماضي كان فيه نوع من أنواع الضغط الكبير على جانب العلاقة بالصحة أو بعض التوعوكات الصحية ولكن إنه الفترة هاي برضو فيه نوع من أنواع الضغط لسه ما وصلت اللي هي التشافي مثلا من الضغط هذا أو من التعب أو من الإرهاق أو الحس الشعور بالمرض حاول إنك أنت تصبر اليومين هذولا وبعدين الأمور كلها بتتجه للاتجاه الصحيح وبتصير الأمور أحسن أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول يعني شوي اليوم ممكن إنه يدعمك نفسيا مش بقوة ولكن إنه بعطيك طاقة كبيرة ممكن إنه يساعدك في حل بعض الأمور وممكن ينشلك من بعض الضغوطات ونفسيتك ممكن إنها اليوم تكون في تحسن أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى المالي برضو بتلاقي فيه نوع من أنواع الحلول أو ممكن البشائر لحلول مالية أو ضغوطات مالية ممكن تنشغل اليوم في بعض السداد أو المشتريات أو الأشياء اللي إلها علاقة بالنفقات أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نشاط كبير اليوم في أمور إلها علاقة بالاتصالات أو التواصل أو الاهتمام بأمور خارجية فيه منكم ممكن إنه يناقش أو يجادل أو يهتم بالمطالعة أو بالدراسة أو بيركز على موضوع معين بيعمل عليه بحث معين سرعة البديهة عالية جدا ممكن تحلل أي أمر أنت بسرعة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع ففيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت الرابع فعشان هيك أنت مضغوط في البيت أو فيه أمر معين بأرقك لأنه داخل البيت فعشان هيك فيه منكم ممكن يهتم بتصلحات أو ترميمات أو حتى بصحته أو بصحة أحد المقربين لإله في داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس وهو جيد على المستوى العاطفي بتلاقي تعاطف الحبيب معك عالي جدا خلال هذا النهار واللي اهتمام فيك عالي جدا وممكن أنت تهتم فيه وممكن يكون فيه حتى نوع من أنواع الحضوظ خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعم شوي يعني بشكل بسيط جدا على إنجاز بعض الأعمال ممكن تهتم بعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال خلال هذا النهار وممكن الاهتمام بشؤون صحية إلك أو لأحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما على مستوى الشراك المالي والعاطفية فبتتعامل أنت بمستوى الطبيعي يعني بدون لا ضغوطات ولا أي شيء إلا أنه ممكن بعض الأشياء تخليك تنرفز أو تعصب ولكن إجمالا الأمور راح تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية أو تفقد أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام في أمور دراسية أو الاهتمام في أمور ديني أمر ديني أو فلسفي أو أمور بحثية في منكم ممكن يهتم بتطوير قدراته وفي منكم اللي عنده امتحان أو عنده دراسة خلال هذا النهار بنجز إنجازات كثيرة أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بدعمك على مستوى الأعمال وخصوصا اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع الزملائهم أو أصدقائهم وممكن يحققوا إنجازات ما كانوا يتوقعوا إنهم ينجزوها بالفترة الحالية وممكن يتوكل لك أمر أو عمل ما كان سهل إنه يوكل إليك بالفترة الماضية ولكن نظرا لجديتك أو قدرتك يتوكل لك هذا الموضوع لأنه في ثقة من قدرتك على إنجازه أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بعلاقاتك ممكن تجري بعض الاتصالات أو الاهتمامات بأشخاص خارج البلاد أو داخل البلاد بدعم علاقاتك بشكل قوي جدا ممكن يصير في نوع من أنواع التوازن أو ممكن يصلك خبر من أحد الأصدقاء أو معلومة يعني تسعدك بالخبر اللي بوصلك هذا كأنك أنت حصلت على أحسن من الفلوس أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يعني بدنا نقول صعب ولكنه إجمالا جيد فعشان هيك بتحس ببعض التوعوكات الصحية أو المرضية اللي حسيت فيها بالفترة الماضية أو تعبتك الفترة هاي بتبلش الأمور تتحسن بشكل إيجابي أكثر وشوي بس يوصل القمر برضو للميزان بدعمك بشكل أقوى وأقوى أهم شيء أنه خلال اليومين هذولا حاول أنك تأخذ قصد كافية من الراحة حاول أنك ما تجهد حالك زيادة حاول تهتم بصحتك أكثر وابعد عن الوسواس قدر الإمكان لأن الوسواس راح يسبب لك مشاكل كثيرك ما تخلي الحال النفسية تلعب بوضعك مرج الحوت طبعا القمر الآن اتجه مقابلكم مباشرة صار في العذراء فعشان هيك طاقة بتكون بأضعف أيامها في الفترة هاي عشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل أو في العاطفة ولكن بتكون أكثر تفهم لوجهات نظرهم نسق بين مختلف الواجبات يعني ما تشتتش حالك كثير حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغط الكبير والأوضاع ممكن تصير صعبة أكثر كمان مع استقراره أكثر في العذراء بضغطك بشكل كبير عشان هيك البيت الأول اليوم شوي ممكن يدعم نفسيتك يعني ممكن تندعم أنت من الطاقة الكواكب اللي موجودة عندك تدعمك أو تعطيك شحنة جيدة ولكن أنه برضو من ساعة لأخرى بتحس في نوع من أنواع التقلبات أو الإحباطات أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك بشكل أقوى على المستوى المالي فعشان هيك يكون في نوع من أنواع التوازن اللي ممكن يساعدك في كثير من الأمور اللي أنت ما كنت تتوقع أنها تنحل بخلال الفترة هاي أو يجيك حلول عليها ولكن ممكن يجيك بعض البوادر لمساعدة معينة أو لا بعض النفقات أو أمور إلها علاقة أنك تعرف ترتب فوترة أمورك أو التزاماتك بالفترة الحالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو اهتمام عالي جدا بأمور الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص بشكل كبير ممكن تنشط بالحركة وممكن يصير فيه نوع من أنواع استغلال سرعة البديهة أو الذكاء أو الدهاء اللي موجود عندك تقدر تحلل الأمور بطريقة سريعة جدا وتصل للب الموضوع أو العنصر الأساسي للموضوع وتفهم الموضوع من منبعه فيصير عندك قدرة على تحديد الأولويات وقراراتك تكون ناتجي عن تحليلك لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فهو داعم لإلك بقوة خلال هذا النهار يعني بيكون الملاذ الآمن بالنسبة لإلك بدعمك شوي فيه نوع من أنواع الراحة والاهتمام فيك رغم أنك أنت بتحاول قدر الإمكان تبعد عن اللي حواليك إلا أنه البيت شوي فيه نوع من أنواع الأمان والثقة ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الالتزامات أو أشياء لها علاقة بصيانة أو ترميمات منزلية أو الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا يعني فيه نوع من أنواع التواصل الروتيني بدنا نحكي بدناش نحكي تواصل كبير يعني فيه نوع من أنواع التواصل الروتيني بدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تشعر ببعض المساعدات أو بعض الدعم ممكن يكون فيه بوادر لأشياء أنت ما كنت تتوقعها أو معلومة تصلك ما كنت تتوقعها أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم ممكن تهتموا بصحتكم أو بصحة أحد الأقرباء أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا القمر موجود فيه ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الضغط على بعض الالتزامات أو بعض الأموال اللي إحنا بنسميها المشتركة فعشان هيك يحاول أنك ترتب أمورك بشكل عقلاني أترك الموضوع يومين لحديث ما القمر يوصل لبيتك الثامن بتلاقي الأمور صار فيه عندك قدرة أكثر لحلها أو إذا أنت كنت طالب لأمور إلا علاقة بالمساعدة أو أنها النجدة أو الأبواب هاي يعني بدك قدر الإمكان أنك أنت تصبر لحديث ما أنه يصير القمر في مكان مناسب عشان يجيك الرد اللي أنت بتنتظره ممكن بعضك يهتم بأمور الفوترة أو الالتزامات ببعض الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام في لغة أو ثقافة أو الاطلاع على أمور فلسفية أو دينية أو ممكن الاهتمام بأوراق قانونية أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالسياسي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى العمل بالإنظم المؤسسات إذا كان عندك أنت يعني على رأس عملك اليوم تقدر تنجز كثير من العمال من خلال التواصل ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل ممكن تنجز كثير من العمال المهمة وتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى العلاقات برضو أحسن اليوم ممكن يصير في نوع من أنواع التواصل مع بعض الأصدقاء أو تفقدهم ولكن ممكن يصلك خبر من صديق يزعجك لطفله أو فضوله أو أنه حاول أنه يحكي كلام على لسانك أو أفشى سر من أسرارك ممكن هذا الإشي شوي يخليك تحتد لكن أصبر شوي هيك عشان تتبين الأمور بتلاقي أنه الأمور فيها نوع من أنواع اللبس أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما لو بيتك 12 شيئا ما الأمور فيها نوع من أنواع التحسن بتضغطك بالتيجاه صحيح يعني ممكن تنضغط بمسألة ولكن تكون لمصلحتك حاول قدر الإمكان أنك تراقل بوضعك الصحي حاول تنجز الأمور المهمة والأعمال المهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة من فترة لأخرى ما ترهق حالك كثير لأنه برضو قلنا لك أن القمر موجودك بالك بيستنزف كثير من طاقتك حاول ما تخلي الوسواس يسيطر عليك بخلال الفترة هاي اطلع من الجو اللي أنت فيه بأي شيء ببهجك يعني أي هواية بتبهجك أو بتريح بالك حاول تهتم فيها اللي تطلع من الجو اللي أنت فيه والأمور كلها يومين إن شاء الله وبعدين باتجه القمر باتجاه مناسب لإلك بخففه من الحدية فبتكون الأمور أحسن هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء